ميدانياً نشر موقع القوات المسلحة السودانية مقطعاً مصوراً يظهر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وهو يلتقي عدداً من القادة وأوضح الفيديو أن البرهان كان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز قيادة القوات المسلحة وقال الجيش في بيان إن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد باستثناء بعض الاشتباكات المتقطعة مع من وصفتهم بالمتمردين في بعض مناطق العاصمة ترجمة نانسي قنقر